انظروا الآن إلى شيء من أروع ما صادفني في مطالعاتي فالقرن التسع عشر كان هناك ناشط نقابي من المشهير جدا لدرجة أن جونس سيوات ميل قد أشاد به في كتاباته وهو الناشط النقابي العمالي الإنجليزي توماس دانينك في كتيب له اسم النقابات العمالية والإضرابات كتيب صغير اقتبس منه كارل ماركس في رأس المال في أكثر من موضع حتى أن بعض الناس ظنوا أن هذه العبارة لكارل ماركس ليست ماركس ومن أجمل ما أورد ماركس هي لدانينك في هذا الكتيب الصغير النقابات العمالية والإضرابات ماذا قال انتبهوا المال المال عبودية المال الكبر بالمال الشر بالمال قال المال لا يتعفف عن الاستحواذ على أي فائدة أي فائدة أهلا وسألنا طب لو عندي مليار لو عندك ثلاثمائة مليار ممكن أستفيد واحد دولار هاتو جيبوه دولار عندك ثلاثمائة مليار هاتو قال على حد ما قيل الطبيعة لا تعرف الفراغ من أجمل ما مر به في قراءاتي ومطالعاتي يا إخواني على الإطلاق بخصوص المال ولعنة المال وشح المال وحرص المال ولم أكمل الحديث النبوي الجليل صلى الله على محمد وآل محمد وسلم تسليم كثيرا إياكم والشحة فإن الشحة أمر من أهلك من كان قبلكم أمرهم بالقطيعة فقطعوا قطعوا ماذا قطعوا الأرحم لا إله إلا الله قطع رحمه أخته وعمته وخالته وأخاه من أجل ألا يعطي من أجل إيه ألا يعطي يقول أي شو أحدي أفضل لي سيستهلكون مالي سينقصونه وأنا أريد أي ش إثماره وإكثاره وأمرهم بالفجور ففجروا والفجور هو ماذا هنا العسيان والعياذ بالله والفسوق ارتكاب المعاصي أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا فإياكم والشحة شوف مش بقول لك رسول الله معلن البشرية لكن بده واحد يكون إيه فاهم هذا النبي قاله من 1500 سنة تقريبا انظروا الآن إلى شيء من أروع ما صادفني في مطالعاته فالقرن التسع عشر كان هناك ناشط نقابي من المشهير جدا لدرجة أن جون سيوات ميل قد أشاد به في كتاباته وهو الناشط النقابي العمالي الإنجليزي توماس دانينك في كتاب له اسمه النقابات العمالية والإضرابات كتاب صغير اقتبس منه كارل ماركس في رأس المال في أكثر من موضع حتى أن بعض الناس ظنوا أن هذه العبارة لكارل ماركس ليست لماركس ومن أجمل ما أورد ماركس هي لدانينك في هذا الكتاب الصغير النقابات العمالية والإضرابات ماذا قال؟ انتبهوا المال المال عبودية المال الكبر بالمال الشر بالمال قال المال لا يتعفف عن الاستحواذ على أي فائدة أي فائدة أهل وسائل طيب لو عندي مليار لو عندك ثلاثمائة مليار ممكن أستفيد واحد دولار هاتو جيبه دولار عندك ثلاثمائة مليار هاتو قال على حد ما قيل الطبيعة لا تعرف الفراغ يقول دانينك على حد ما قيل الطبيعة لا تعرف الفراغ أما نسبة عشرة في المئة فيمكن أن تجد توظيفا لها في أي مكان في التهريب في الادرقز في الدعارة في الحروب عشرة في المئة حلو كثير وظف لا يوجد مشكلة أما نسبة عشرون في المئة فتبعث على التوقان نعمل التوقان نعمل عشق من الباشن شوف المئة شيء كبير هذا عند الرأسمالي عابد المال أما نسبة مئة في المئة تبهوا سنذكر مئة في المئة وثلاثمائة في المئة قال نسبة مئة في المئة يقول دانينك كفيلة بأن تحمله تحمل صاحب الرأسمالي الرأسمالي بأن تحمله على انتهاك ودوس كل القوانين البشرية لا بحل لا بحرم لا في ضمير لا في قانون لا في أبدا نسبة مئة في المئة نصبح المليار مليارين والمليون لا 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 كل مسموح الله أكبر كل القوانين تدهك هنا قال أما نسبة الثلاثمائة في المئة ثلاثة أضعاف المليون ثلاثة ملايين والمليار ثلاثة ملايين قال نسبة الثلاثمائة في المئة هذا خبير رجل هذا ناشط جدا وفك اقتصاد ونقابي وفاهم اللعبة وعارف المرض الرأسمالي مرض المال قال عياذ بالله قال نسبة الثلاثمائة في المئة معها لن تبقى خطيئة حتى ترتكب ولن تبقى مغامرة ومخاطرة حتى وإن تعدت بصاحبها إلى حبل المجنقة إلا وأخذت سيأخذ هذه الرزق أو هذه المخاطرة سيأخذها حتى وإن أدت به الموت ثلاثمائة في المئة وأما النزاعات والاضطرابات يعني يولد ماذا الحروب سواء حروب داخلية سواء حروب بينية كونية أما النزاعات والاضطرابات الاضطرابات فحتما ستشجع بروح والثابة شجع شجع حرق الأخضر واليابس جيب الفلوس ولذلك يا إخواني الآن بدأنا نفهم هذا اقتباس مهم جدا جدا من ثومر ستانينك هذا اقتباس أكثر من مهم لكي نفهم عمق المقول النبوية إياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم بالقطيع فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا هذا تفصيل مجرد تفصيل تنوية على كلام الرسول المحمد العدنان صلواته ربه وتسليماته عليه لكن الرسالة ما هي الرسالة أن الضلال القيمي مهلك للمسيرة البشرية مهلك للمجتمعات مش مهلك لصاحبه فقط أنه قدم المال وجعله القيمة المطلقة قبل الإيمان وقبل الآخر وقبل رضاء الله تبارك وتعالى وقبل كل شيء المال 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 واستكبر طبعا بلا شك استكبر بهذا المال وبهذه الثروة هذا مش مهلك له فقط هو قد يكون مهلكا للبشرية مهلكا للعالم مهلكا لهذا النوع الإنساني برمته بحسب هذا الوصف الدننجي المخيف المرعب وصف الدننجي هذا مش طبيعي بالمرة على كل حال وقد دغدغ خيالات كبار الاشتراكيين والمفكرين الاقتصاديين الإنسانيين لأنه مخيف مرعب يلفت إلى أشياء قد لا يلتفت إليها في عموم الحال في عموم الحال لكن هذا هو الوضع هذا هو الوضع ولذلك يا أخواني الضلال القيمي مسألة أخطر مما نظن مسألة أخطر مما نظن